لم يتبقى أمام استكمال إجراءات تشكيل لوائين عسكريين مشتركين من الجيش العراقي والبيشمرقة سوى تخصيص الأموال للدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية الاتحادية للشروع بمهامهما في حماية المناطق المتنازعة عليها بين بغداد وأربيل اللوائين المشتركين أنهينا كل الاستعدادات الخاصة بتشكيلهم حتى المناطق التي سيتواجدون بها مناطق تدريبهم، تسديحهم، تجهيزهم الموضوع هو موضوع مالي بحت يخص وزارة المالية متى ما تطلق الدرجات الوظيفية سوف يباشر هذين اللوائين العمل فورا لكون أعددنا كل الأشياء والمستلزمات التي تطلب عملهم وحتى المناطق التي سينتشرون بها مسؤولون عسكريون في وزارة البيشمرقة أكدوا أن وجود قوة مشتركة بين المركز والإقليم من شأنه أن يعزز الاستقرار الأمني وسد الثغرات الضعيفة في المناطق المتنازعة عليها هذه القوة المشتركة سيكون لها دورا كبيرا للحفاظ على الأمن في المناطق المتنازع عليها نأمل أن تغاشر معملها بأقرب وقت ممكن وأن تكون هذه الخطوة بادرة خير لاستمرار التعاون الأمني بين المركز والإقليم لمكافحة الإرهاب في المقابلة وصف خبراء الأمن في إقليم كردستان العراق تشكيل القوة المشتركة في المناطق المتنازع عليها بالمتأخرة نتيجة الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بصراحة تأخرت يعني مفروض من لا يتأخر لأنه هذا قوة الخير هذا قوة يهدد وجود الداعش والهجمات المسلحة لداعش في هذه المنطقة وكانت تحالف الدولي قد أشاد في وقت سابقا بالتطور الإيجابي في العلاقات العسكرية والتعاون الأمني بين المركز والإقليم والذي يركز في أغلب جوانبه على مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الأمني في الملد تمثل خطوة تشكيل القوة المشتركة انتقالة نوعية في التعاون الأمني بين المركز والإقليم فيما يرجح قادة عسكريون المباشرة بتشكيل اللوائين العسكريين لاستلام مهامهما رسميا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حيدر الجابر الحرة أربيل